شهدت قريتاء اللواء صبيح وعلي بن أبي طالب بمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد ختم أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين تم خلال القافلة الكشف الطبي على 650 حالة قامت صيدلية القافلة الطبية بصرف العلاج للمواطنين ذلك بالمجان وضمت القافلة وأطباء استشاريين في تخصصات البطنة والجلدية والجراحة العامة والأسنان والأطفال والرمض والعظام بالأضافة إلى أطباء متخصصين في تنظيم الأسرة